ده أنا عمال أكتب كلمة المؤجلات هو ده اللي أنا عايز أتكلم فيه طيب يعني إيه نادي مؤسسي يعني إيه نادي مؤسسي نادي اللي هو دايماً بيتخذ قرارات من خلال اللجان اللي موجودة وفي النهاية تخرج قرارات من مجلس الإدارة يقولها المتحدث الإعلامي باسم مجلس الإدارة وهو ده اللي إحنا متعودين عليه دائماً داخل النادي الأهلي لو تفتكروا بدايةً من شهر أنا معليش كل شوية برجعك وثلاثة أربع خمس شهور وراء ولكن لازم أعمل كده لو تفتكروا من ثلاثة أربع شهور كده لما أثير موضوع المؤجلات ومش حنلعب غير لما أعتقد كانت ساعتها بيرامد زواء الزمالك قالوا مش حنلعب غير لما النادي الأهلي يلعب مبارياته طيب ساعتها أنا طلعت هنا مع حضراتكم وقلت إيه قلت يا جماعة نادي الأهلي وجبت لحضراتكم أربع جوابات على ما أتذكر قلت لكم النادي الأهلي من اتحاد كرة القدم هو ملتزم به على الرغم بقى من النادي الأهلي في ذلك الوقت كان بيلعب البطولة الأفريقية دي أول حاجة تاني حاجة عنده كم إصابات كان غير طبيعي في ذلك الوقت تالت حاجة النادي الأهلي كان بيلعب كل 48 ساعة مباراة كل 48 ساعة مباراة ولكن الكلمة اللي طلحها مجلس إدارة النادي الأهلي واتفاقه على أن الجدول اللي موجود هو اللي حنمشي عليه أو الجدول الرسمي ده هو اللي حنمشي عليه فبالتالي الكلمة اللي قالها مش قادر يغيرها خلاص هو ده الشغل اللي احنا بنتعلمه دائما داخل النادي الأهلي كلمة اللي تطلع لازم تتنفس وبالتالي ما تكلمناش هنا لما كان حد يجي من الضيوف في ملعب الأهلي ويقول لك أصل التعب ومش التعب كنا دايما نقول لكم إيه أو نقول لهم إيه يا جماعة ما فيش حاجة اسمها تعب النادي الأهلي قرر أنه هو يلعب ولكن الأمور جات كده النادي الأهلي قرر أنه هو يلعب وبالتالي عندنا 30 لعيب 30 لعيب على قد المسئولية هل حضراتكم متذكرين الكلام ده ولا مش متذكرينه هل فاكرين الكلام ده وأنا عارف أن فيه متابعين كتير جدا لقناة النادي الأهلي ولملعب الأهلي ودايما بيتابعون هل أنتوا فاكرين الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم ده ولا مش فاكرينه فاكرين لما قلت لحضراتكم بأن النادي الأهلي ملتزم ملتزم بالجدول اللي جايله التزم بالجدول اللي جايله حتى هذه اللحظة ولنهاية الموسم الجدول اللي حيجي للنادي الأهلي نادي الأهلي سيلتزم به ولكن عندما يتم طلب وبالمناسبة أنا ما بتكلمش على نادي على اسم نادي انا بتكلم على الدوري العام بشكل عام الدوري العام بشكل عام لما نادي يطلب ان هو يأجل مبارياته او لما ناديين تلاتة يطلبوا ان هما يأجلوا مبارياتهم خلاص يا جماعة ما فيه جدول احنا مشيين عليه والجدول ده كان واضح وباين وما عندوش اي مشكلة الجدول ده محطوط بقاله فترة وكان واضح وباين ان لو اي نادي من الاندية اللي بتلعب في افريقيا وصل للنهائي حيلعب مبارياته بالشكل ده وبالمنظر ده هل ده كان فيه اعتراض ما كانش حد بيعتارد ساعاته ولكن الامور اتغيرت دلوقتي بقى اذا من حق اي نادي في الدوري العام المصري في التمنتاشر نادي اللي موجود ان هو يطلب ان هو يأجل مبارياته لغاية لما المباريات كلها تكتامل هي ليه الناس بتزعل من الكلام ده هي ليه الناس لما بنقول كده او عندما نطالب بحق من حقوقنا الناس بتزعل وبتداي هو عشان النادي الاهلي بيلتزم بالكلمة اللي بيقولها يبقى خلاص لا فيه اندية على حسب المزاج هي ماشي على حسب المزاج النادي ده عجبني او النادي ده بيحصل معانا بيحصل فيه او من خلاله مشاكل او مع مجلس ادارته مشاكل فخلينا نبعد عن المشاكل ونأجله المباريات النادي ده لا النادي ده كويس النادي ده ما بيعملناش مشاكل فلا مش هنأجله المباريات النادي التالت اصلي لا ده هنأجله او هنأجله مباراة ومباراة لا يا جماعة الكلام ده هو الكلام بالمزاج هو الكلام كل واحد عايز يقول حاجة يقولها على مزاجه وعايز يعمل حاجة يعملها على مزاجه امتى بقى هنبقى عندنا جدوى قلنا ان السنة لي سنة استثنائية وقلنا 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 48 ساعة كل 48 ساعة فيه مباراة كان بتتلعب كل 48 ساعة النادي الاهلي هتقولنا واحنا هنا في ملعب الاهلي هتقولنا كلمة وقلنا ان احنا عايزين اينا اجل مباراة هاتوا كلمة احنا نقلنا فيها حد عايز يأجل مباراة عمرنا ما قلن كنا بنتلع من المطش على المطار عشان نسفر على افريقي ونرجع من المطار او منرجع من المطش الافريقي على معسكر في اسكندرية مثلا عشان نلعب المباراة في الدولي العامم leuk يا جماعة كل اللي احنا عايزينه في كل المواضيع اللي انا عمال اتكلم فيها دي هو حاجة واحدة بس العدالة وبينيو بينكم يعني ما هم كيف يمكن تحقيق العدالة ولا يوجد مسلا تكافؤ للفرص بمعنى ايه بمعنى ان انا اللي انا عرفه مسلا ان الاسابيع الاخيرة معرفش هم ممكن يبقوا خمسة يبقوا تلاتة يبقوا اتنين دي حاجة انا انا مش متأكد منها فعشان كده بسيبها لحضراتكم هل من الممكن ان اخر اسبوع او اسبوعين او تلاتة اسابيع من المفترض ان هم يتلعبوا في وقت واحد ولا لا ده سؤال انا بطرحه هو ليه المواضيع ماشي على حسب المزاج عندنا مشكلة مع النادي ده يبقى خلاص عندنا اصل هنا اه مجلس الادارة ده اصله بيقعد من اللي بيخلي وبيسوي فينا كالتحاد كرة يعني فخلينا نبعد عن وجه الدماغ والمشاكل ونعمله اللي هو عايزه اصل النادي التالت ده نص نص فان نعمله ماتش او ماتش لا يا جماعة ما ينفعش الكلام ده والله عندنا اتحاد كرة قدم قوي عندنا اتحاد كرة قدم عارف كويس جدا ان هو عايز ينهي مسابقة الدولي العام المصري قبل البطولة الافريقية بطولة الاول الافريقية اللي حتنظمها مصر خلال الفترة اللي جاي هو اللي حط الجدول ده مين مش الاتحاد ولا اه نادي الاهلي مثلا اللي حطه ولا اسلام اللي حطه لا اتحاد كرة القدم هو اللي حط الجدول ده وكان عارف ان في مباراية حتتلعب لو كان النادي الاهلي وصل لنهاء البطولة الافريقية او لو كان ونادي الزمالك وصل لنهاء البطولة الافريقية وباريكناله في الحلقة السابقة وبالتالي كان معروف ان في ناديين لسه بيلعبوا نادي خرج من البطولة الافريقية من طول الدولي الابطال الافريقي ونادي يكمل في البطولة الكونفيدرالية. طيب يعني الحل ايه? الحل بس او في كل الكلام اللي انا بقوله ده احنا عايزين يا جماعة العدالة. فقط نريد العدالة. سواء العدالة التحكمية او العدالة في المؤجلات او في الدوري العام المصري عشان ننهي بقى الخمس مباريات دول واللي ياخد الدور ياخد الدور. ان شاء الله يقول النادي الاهلي ولكن اللي ياخد الدوري خلاص ياخده. مش عايزين ندخل نفسنا في كلام من هنا وكلام من هنا وكلام من هنا. عايزين دايما نبقى عادلين. بالمناسبة بس اخر حاجة حقولها لكم قبل ما استقبل دكتور رحمد ثابت. وده موضوع برضو يهمني جدا. استفتاء جريدة مركة الاسبانية لأفضل.